يا مساء الخير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضراتكم تحياتي لكل الأهلوية اللي بيتابعونا في حلقة موسم النهائيات طبعا النهائي الأهم بالنسبة لنا كأهلوية طبعا على مستوى كل البطولات اللي بيشارك فيها الأهلي هذا الموسم يتبقى أو يبدأ لعدة تنزولي بثلاثة أيام بتصنى عن مواجهة الأهلي والترجي إن شاء الله في بطولة أفريقيا يوم السبت القادم الموبرات بأساعة 8 بتوقيتنا طبعا في القاهرة في استاد القاهرة نتمنى إن شاء الله تفيل رجالتنا كمان النهاردة أفكركم للمتابعين أو اللي حابين يتابعوا هي مواجهة يعني من العرد تقيل وإن كانت لما تتكلم على مستوى الأسماء يمكن كانت أسماء خارج التوقعات النهاردة بالليل بتوقيتنا الساعة 10 مساءً هيكون نهاء اليوروبا ليج بين أتالانتا مفجأة البطولة وبار ليفركوزين مفجأة الموسم مش بس على مستوى اليوروبا ليج ولكنه كمان فوز وتتويجه بالدولة الألمانية نقلوا أو حطوا في حتة تانية خالص بعد نهاية الأهلي تقريبا بأقل من أسبوع هيكون نهاية شامبيونز ليج أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتمون عندنا كلام كتير جدا وعندي في حلقة النهاردة أخبار حلوة جدا لكل الأهلوية خلينا ندخل في التفاصيل بعد الفاصل المباشرة خليني أبدأ الحقيقة بتقديم واجب العزاء للكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي كابتن ربيع سين الحقيقة يمكن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين بالإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للكابتن ربيع سين لاعب الأهلي السابق في وفاة المخفور له وبإذن الله شقيقه دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان خالص التعازي طبعا نيابة بإسمي وبإسم كل العاملين في القناة النادي الأهلي للكابتن ربيع سين في وفاة شقيقه طيب النهاردة خليني أبتدي معاكم بأخبار الأهلي طبعا خليني أبدأ طبعا حرككم عارفين أنه الأهلي بعد راحة 48 ساعة بدأ العودة للتدريبات مبارح والنهاردة تاني تمرينها للأهلي إن شاء الله واللي هتبدأ برضو الساعة 8 يعني عارفين طبعا الجو اليومين دول في موجة حرة صعبة جدا عشان كده فضل مارسل كولر أنه يؤخر التمرين شوية ويتعاود أنه التمرين يكون 6 اتأجل للساعة 8 وإن شاء الله تمرينة النهاردة نتأكد فيها من شوية أخبار كويسة الأخبار الحلوة اللي عندي إنه بإذن الله الأهلي هيخوض مباراة السبت القادم بالقوة الضربة إيه القوة الضربة طبعا ما فيش خلاف والكلام اللي تقال واللي هنقوله النهاردة في محاولة لإراية التشكيل والطريقة على إنه بنسبة 90% بالسلسناء غياب عالي معلول مارسل كولر رهان ويكون على نفسه تشكيلة إذا لم تحدث مفاجآت عشان الكلام يبقى واضح يعني يعني أنه وارد كولر في بعض الأوقات بيفجئنا بيفجئنا وبيفجئ جماعي النادي لأهلي قبل ما يفجئ المنافس أو الخصم يعني لكن يعني ممكن تقول إنه الرهان بشكل كبير جدا هيكون على نفسه تشكيلة دي لقطات من تمرينة مبارح طبعا تمرينة النهاردة لسه ما بدأتش فالرهان هيكون على نفس التشكيلة بالسلسناء غياب عالي معلول اللي يمكن لغاية اللحظة دي ما استقرش مارسل كولر على مين هيقود الجبهة الشمال مع الأقرب من وجهة نظر يحسن الشحات لكن إيه قوة؟ إيه حكاية القوة الدربة؟ إنه لأول مرة قوة الأهلي الدربة هجوميا هتكون جاهزة في المباراة دي عندي أخبار كواسة جدا عن أحمد عبدالقادر وأنا بشوفه واحدة من أهم الأوراق اللي تملك حلول في حالة لجوء الترجي لفكرة الزون ديفانس عندنا كمان ردة سليم عندك كهرباء عندك محمد مجدي أفشة عندك عمر السولية اللي اقترب وبقوة من أن يكون في الصورة ممكن طبعا ما يكونش أساسي لكن ممكن إن شاء الله بإذن الله لو تطميننا عليه في تمرينة النهاردة واليومين اللي جايين ممكن عمر يكون موجود حتى على دكة البودلاء لأنه أنا بشوف أن دويتو السولية وأفشة تحديدا يعني يغيروا كتير جدا من شكل الأهل تأثيرهم في الملعب في الموجات الكبيرة بالذات لم تكلم على نهائي دوري أبطال أعتقد أن حضورهم ووجودهم هيكون مؤثر كواحدة من أهم أوراق مارسل كولر الهجومية صحيح الاتنين اللي عيبت نص ملعب لكن الاتنين دايما بيحدثه الفارق مع وجود عبدالقادر إن شاء الله في الصورة وردة سليم وكهرباء بالإضافة لوسام وبرسيتاو والشحات أعتقد أنه اكتملت القوى الضربة الهجومية للنادي الأهل نهاردة زي ما قلت لكم فيه طبعا نهائي مثير ومهم وخارج سيناريو التوقعات أتالانتا مفاجئة البطولة اللي خرج ليفر بول في واحدة من أكبر المفاجئات اليوروبا ليج ومن بعده قدر أنه يكتاز مارسيليا في حين النوبال ليفر كوزن طبعا مفاجئة الموسم الأوروبي كله مش بس بعد تتويجه بالدوري الألماني لكن كمان مع وصوله لنهائي اليوروبا ليج وإقصائه إيأس روما واحد من أكبر الأندال إيطالية معنا النهاردة واحد من نجوم روما والإنتر وفالينسيا ومنتخب إيطاليا السابق أميديو كربوني وظفنا فيه السادسة أستقبل ورحب بيه معي في السادسة مساء الخير وبشكرك طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معنا أهلا بيك على شاشة النادي الأهلي خليني في البداية يمكن يعني موسم إيطالي انتهى يمكن عودة اليوفي ممكن تكون أبرز ملامحه حتى وإن لم يفز بلقب الدوري لكنه حقق بطولة الكاس بعد غياب طويل عن منصات التتويج وفوز الإنتر بطولة الدوري إزاي بتشوف إجمالا الموسم الإيطالي المنتهي مساء الخير للجميع شكرا لكم لهذا اللقاء شكرا لكم لهذا اللقاء بالنسبة ليوفينتوس لحسن الحظ أنها عادت من جديد كان بالنسبة لها موسما رائعا مليء بالمشاكل ومليء أيضا بالمفاجآت يوفينتوس دفعت بشباب جديد في الفريق وأعطوا مستقبل جيد أيضا ليوفينتوس وربما أعطت الأمل من جديد لبعض الفرق الإيطالية لأن يوفينتوس بالنسبة لإيطاليا كلها عشق كبير يوفينتوس في الفيس السابق إن كانت حافلة بكبار اللاعبين يوفينتوس نقول دائما أنه ولادة لللاعبين وهناك كبار اللاعبين الذين لعبوا بشكل رائع ولذلك نقول لسنا محبوظين بالشكل الكافي لكن يوفينتوس استطاعت أن تقود خطة جديدة استطاعت أن تكون متميزة في هذا الموسم نقول أنها حققت معجزة نقول أن يوفينتوس تحاول أن تنفذ الطرابة عن نفسها من جديد تعيد نفسها من جديد تقوي نفسها كما تروا في الفرق الأخرى كما تروا في الأندية الأخرى كبار الفرق إيطاليا يمكن تكون النسخة الأقرب للدوري الإنجليزي من حيث القوة ومن حيث المنافسة بنتكلم على عدد كبير من الأندية القوية يوفينتوس الميلان الإنتر روما نابلي كلهم أندية الحقيقة حاليها رسيد كبير جدا من الإنجازات والموسم اللي فات الحقيقة كان فيه ظهور قوي جدا للأندية الإيطالية على مستوى المنافسة على ألقاب الأوروبية أفتكر أنه الميلان والإنتر وصلوا للدور قبل النهائي الإنتر لعب في مواجهة سيتي المباراة النهائية روما توجه بالكونفرنس ليج لماذا غابت أو لماذا تراجعت الأندية الإيطالية عن منافسات البطولات الأوروبية باستثناء طبعا بين قوسين أتلانتا لهاي لعب مباراة النهائي النهارد لماذا أقول أنه بكل تأكيد القوى الاقتصادية لأسبانيا وإنجلترا بشكل خاص كبيرة جدا أقول أن التأثير الاقتصادي هو عامل أساسي للتفوق والتمييز أحدثكم عن أسبانيا وإنجلترا أنهم يدفعون بلاعبين جدد أنهم يقومون بكل ما يجب عليهم بالقيام به قيام تجاه اللاعبين وتجاه المدربين فأقول لكم أن العامل الاقتصادي كان مؤثرا بشكل ملحوظ وبعض الفرق كان عليها بعض الديون وكان عليها بعض العقبات الكبيرة التي يراها البعض سهلا التي يراها البعض شيئا سهلا لكن نحن لا نراها أبدا سهلا كما تروا ألمانيا ألمانيا قواتها الاقتصادية تدفع بها إلى الأمام النقطة الأولى هل ترى فكرة نقل ملكية نادي الإنتر من شركة أو مستثمرين صينيين إلى شركة أمريكية أو مستثمرين أمريكان ده ممكن يؤثر على حزوز الإنتر في الموسم المقدم هل ممكن يعمل النقل أو التحول اللي بيتمناعه الشائل عندها الإيطالية والإنتر على مستوى خاص نعم بكل تأكيد بعد انتقال ملكية الإنتر ميلا بعد فشل شركة سانينغي الصينية واستحوذت شركة أكتريا الأمريكية على ملكية الفريق أقول أن هذه نقطة إيجابية كما تعلمون أن ملكية الشركة انتقلت إلى هذه الشركة الصينية في عام 2016 ثم بعد ذلك دخل الفريق في أزمات أقول أن هذا بالنسبة لي هذا مكسب كبير للفريق وسيحالفنا الحوم طيب النقطة الأولى على مستوى اللعبين الإيطاليين الحقيقة حابب أسألك وانت بتنتمي الجيل كانت كل الفريق الإيطالية وكان المنتخب الإيطالي بينفس على أي لقب في أي بطولة هو بيدخلها كان دايما من ضبن الفريق المرشحة والأندية المرشحة يمكن في الوقت اللي انت لعبت فيه كان أهم نجوم العالم بيلعبوا في أندية الدوري الإيطالي وفي نفس الوقت على مستوى لما نيجي نبص على سكواد المنتخب هتلاقي في كل المراكز من حراس المرمى لراس الحربة نجموا اتنين على أعلى مستوى إلى حد كبير بسبب التراجع على القدرة الاقتصادية اللي عندها الإيطالية زي ما أنت قلت من شوية ما ظهرش وده كان مفروض أنه يدي فرصة أكتر للظهور مواهيب إيطالية يدي فرصة أكتر للعبين إيطاليين أنهم يتقلقوا مع عنديتهم إلا أنه الحقيقة غابت النجوم الكرة الإيطالية لسنوات طويلة وده أثر على منتخب إيطاليا أسمع وجهة نظرك من وجهة نظري أقول لكم في سبب تراجع هذا والتراجع أيضا بدفع الشباب عندما نرى عقلية المدربين في السابق وأنهم كانوا يرون أن الشباب كنز كبير ومكسب كبير وهم تحت التنشئة هذه ظاهرة نراها أنها تأثرت بشكل ملحوظ وأثرت على إعادة نجوم كبيرة في الساحة الإيطالية من جديد الدفع بالشباب الشباب دائما هم الثروة الحقيقية الشباب دائما يحتاجون من يلاحظهم من يراقبهم وليس كل المدربين يراعون هذا نرى دائما المدربين الكبار يبحثون عن لاعب كبير فلما لا نقول أننا يجب أن نستخرج لاعبا كبيرا من وسط اللاعبين لماذا نقول دائما بالبحث عن لاعب كبير ولدينا الشباب ولدينا المواعب وأقول أن الاهتمام بفرق الشباب بداية من عمري الخمسة عشر والستة عشر هذا سيكون دفعا كبيرا وجيلا ذهبيا قد رأيت شابا لا أتذكر اسمه وقد تحدثت معه بعض الوقت أرى فيه الموهبة الإيطالية أرى فيه الموهبة الكبيرة لماذا لا ندفع بالشباب من جديد لماذا في هذا الوقت الصعب لا ندفع بالشباب من جديد يهمني في نفس الإطار دا أكلمك على أتالنطا بنفس المقاييز دي كان أتالنطا الحقيقة صعب قوي حد يتخالي أن ينجح فيه مش بس في الوصول لبطولة اليوروبا ليج في النهاية بطولة اليوروبا ليج لكن كمان أنه يتخطى أندية كبيرة جدا من حيث التاريخ ومن حيث الإمكانيات ومن حيث الأسماء ومن حيث الأجهزة الفنية أندية بحجم ليفر بول أندية بحج مارسيليا هل كان وصول أتالنطا لنهاية اليوروبا ليج اللي هتلاحب النهاردة بالليل مفاجأة بالنسبة لكم في إيطاليا وإيه أسباب نجاح أتالنطا على المستوى الأوروبي السندي بكل تأكيد بالنسبة بالنسبة للغربو والواتالنطا هذا شيء لا يقارن من الصعب عقد مقارنة ما بينهم أو ما بين أي فرقة أخرى لكن أقول أن أتالنطا فريق منتج فريق يبحث عن الطموح أنا على النحو الخاص لم تكن بالنسبة لي مفاجأة كبيرة لأن أتالنطا دائما كان رائعا وحاول في هذا الموسم أن يصنع شيء جديد لم يصنعه ولم تصنعه كبار الفرق كما قلتم وأحييكم على هذه النظرة الساقبة لكن أقول بالنسبة لأتالنطا المواجهة بالنسبة لها شيء صعب جدا فبعد 51 مباراة أمام بايرن ليفر كوزين التي صنعها دون هزيمة نقول أن مواجهة هذا الخصم بالنسبة لأتالنطا مواجهة شبه مستخيلة لكن أنا أتوقع أن أتالنطا ستلعب مباراة جيدة لكن أقول لكم أن إيطاليا لم يحلفها الحظ إذا ظهر أتالنطا بنفس المستوى اللي استطاع فيه أن يتغلب على ليفر بول هل تعتقد أنه يقدر يتجاوز بايرن ليفر كوزين من الصعب أن أحدد لكم هذا من الصعب أن نحكم على هذا أنا أتذكر آخر لقاء لأتالنطا مع البايرن ليفر كوزين كان أتالنطا متفوقا ورائعا قد فاز وقتها في المباراة بثلاثة مقابل هدفين ثم بعد ذلك نقول أنه لقي مصرعه من أمام المكينات الألمانية من جديد هي مسألة حو مسألة التوفيق بايرن ليفر كوزين فريق في غاية الشراسة بعيناه فريق الآن متألق جدا هو بايرن ليفر كوزين تحديدا تجربة يمكن معاكسة للكلام اللي احنا كنا بنقوله من شوية أنه فريق لا يتمتع بإمكانيات الفرق الكبرى من ناحية الاقتصادية أو من ناحية الأسماء رهانة على مدرب وإن كان الحقيقة يعني أجاد بقوة ولفت أنزال عالم كله تشابي على أنسو لكنه في النهاية لسه مدرب أو مدير فني بيبدأ المشواره كونه يقدر يحدث النقلة دي ويتجاوز فرق كبيرة على مستوى الدولي الألماني ويحقق اللقب على حساب بار ميونيخ وعلى حساب بروسيا دورتموند وعلى حساب لايبزيج ويقدر يوصل كمان لنهاء اليوروبا ليج فبيقول أنه مش كل حاجة الإمكانيات أو القدرات الاقتصادية في كورت القدم لستر عمل ده قبل كده بورتو عمل ده قبل كده إيطاليا في اليورو الأخيرة نسخة اليورو الأخيرة لما توجد باللقب عملت كده جات من بعيد وكانت خارج كل التوقعات بايرن ليفر كوزين كما كان هذا الموسم أقول أن بايرن ليفر كوزين قام بالعديد من المباريات قام بنقلة نوعية وهذا كله يرجع إلى المدرب الكبير تشاب يالونسو لكن أقول لكم أننا سنرى مباراة حافلة بالمفاجآت سنرى مباراة ما بين أطلنطا وأنا أظن أن أطلنطا من الممكن أن تصنعها أيضا هذه الليلة بالنسبة لبايرن ليفر كوزين لم يعتمد الأمر فقط على الناحية الاقتصادية أو الناحية الجماعية بل يعتمد على عقلية المدرب وهذا أهم شيء وهذا ما تحدثت فيه مع كبار المدربين الإيطاليين من قبل قلت له العقلية أهم من المهارات العقلية هي التي تقود دائما إلى الأمام أنا أرى أن مدرب الفريق كرئيس دولة لا بد أن يعلم أن يوظف جيدا لاعبيه لا بد أن يعلم أن يوظف جيدا إمكانيات أيضا لاعبيه طيب بالحديث عن منتخب إيطاليا هل تعتقد أن تراجع الأندال إيطالية يأثر على قدرات إيطاليا في المنافسة على اليورو ورؤيتك لنسخة المنتخب الإيطالي تحت قيادة سبالاتي إيطاليا نقفاري إعادة السؤال مرة أخرى بسألك على فرص المنتخب الإيطالي هل شايف أن تراجع المنافسة للأندال إيطالية على مستوى أوروبا يأثر على فرص المنتخب الإيطالي في بطولة اليورو لا تبدأ كمان أيام أو كمان شهر وشوية ويهمني أعرف برضو وجهة نظرك في نجاح سبالاتي في قيادة المنتخب الإيطالي تجربة سبالاتي مع منتخب إيطاليا إزاي بتشوفها هل في رهان على نجاحه؟ هل شايفين أنه يقدر يرجع بإيطاليا مرة تانية لكس العالم يقدر ينافس في بطولة اليورو؟ مع سبالاتي هي بكل تأكيد ليست محظوظة بالشكل الكافي ليست متفوقة بالنحو الذي كنا نتوقعه لربما أقول كلاما غريبا لم يقل أحد المدربين لكن قيادة إيطاليا تحت سبالاتي تجربة سيئة تجربة لا نراها بالحظ الكافي الذي كنا نتوقعه مقارنة بإنجلترا ومقارنة بفرنسا ولا علاقة بين تراجع الفرق الإيطالية وبين المنتخب الإيطالي هذا ليس له علاقة بالأمر لربما عندما كنا نرى إيطاليا دائما تصل إلى النهائيات في اليورو وتصل إلى النهائيات في كأس العالم كنا نرى إيطاليا مختلفة ذات ذوق مختلف ذات إمكانيات عالية هذا كله يرجع إلى عقلية المدرب وقلت هذا في حديث تلفزيوني آخر أن إيطاليا لربما الآن تحتاج إلى مدرب من خارج إيطاليا نبحث عن مدرب يرى إيطاليا كما يجب أن ترى لا يراها ضعيفة لا يراها بهذا الهزل الذي نرى لا نراها بهذا الضعف لابد لمدرب يقودها للأمام حياء أشكرك على صراحتك لأنه بداية مواجهة أي مشكلة لازم تكون الصراحة في معرفة الأسباب أو التشخيص لكن خليني أسألك سؤال تاني يتعلق بالجيل الحالي كوالتي اللعيبة الإيطاليين يعني أنا مش عايزة أحط إيطاليا في مقارنة مع دول أصبحت دايماً بتنفس على كل الألقاب زي فرنسا أو زي ألمانيا أو زي حتى إسبانيا لكن لما حط إيطاليا في مقارنة مع بلجيكا مثلاً وبلجيكا من حيث الألقاب لا تقارن أبداً ولا يمكن أن توضع في مقارنة مع إيطاليا وشوف عدد اللعبين البلجيك المحترفين في الخارج على مستوى الأندية وعلى مستوى الإنجازات وعلى مستوى التأثير والكوالتي هجد أنه في مشكلة حقيقية في المواهب الإيطالية في عدد المحترفين الإيطاليين خارج إيطاليا إيه سببها؟ صعب جداً إعطاء إجابة محددة لهذا السؤال كما قلت لكم أننا في مرحلة سيئة جداً بكل ما تحويه الكلمة لذلك وأرى أيضاً أن المدربين الإيطاليين الكبار لا يقومون بواجبهم بشكل مرضي مع إيطاليا أصبحت الآن النظرة مادية ليس كما كانت في السابق نرى ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وغيرها المدربون يحرصون على مصلحة المنتخب ولا يفكرون بالمال كما نرى الآن كبار اللاعبين وأنا أعتذر عن مثل هذا الكلام لكن هذه هي الحقيقة لا بد أن نرى مدرباً مخلصاً لإيطاليا يرفع عالم إيطاليا من جديد يقود أمجاد إيطاليا كما كانت في السابق لماذا نفكر دائماً الآن في الصناعة والزراعة وغيرها ولا نفكر في مستقبل كرة القدم هذه وجهة كانت وجهة مشرفة لإيطاليا في كل العالم عندما كان يذكر الدور الإيطالي كانت كل الحماس نحوه هل تقصد أنه من كل الأسماء اللي موجودة على ساحة التدريب الأسماء الإيطالية أسماء بقيمة كارلا أنشلوتي أو كونتي أو يعني إيطاليا قدمت يعني علاجري رانياري اللي بيعتزل النهاردة التدريب من كل الأسماء دي ما فيش اسم إيطاليا واحد ممكن ترشحه ويتولى مسؤولية المنتخب الإيطالي وإذا لم يكن مديراً فنان إيطالياً مين اللي ترشحه وإيه الاسم اللي يتناسب مع فكرتك أو رؤيتك لمنتخب إيطاليا أملنا في سبالتي أن ينظر من جديد إلى مستقبل الفريق إذا قارن أيضاً سبالتي بغيره مثلاً مثل أنشلوتي نرى أن أنشلوتي كان محظوظاً بدرجة عالية لا نقول دائماً أن الحظ نكرر هذه الكلمات لكن أقول أن سبالتي يحتاج أيضاً لاستشارات كبار المدربين يحتاج إلى التحاور مع كبار المدربين لنرى المشكلة الحقيقية التي تعيق الكرة الإيطالية وإذا لم يوجد غير سبالتي فيجب أن نفكر في مدربين آخر بالكلام عن كارل شلوتي من يسألك عن رأيك في نهاية دور الأبطال المنتظر يوم 1 يونيو القادم بروسيا دورتموند في مواجهة الريال كيف ترى النهاية وكيف ترى حظوظ الفرقتين هل زي ما الأغلبية تتوقع أن الريال هو الأقرب أو ترى أن دورتموند يمكن أن يحقق المفجأة لا نهاية دور الأبطال أوروبا ريال مدريد في مواجهة بروسيا دورتموند نهاية الريويفا شامبيونز ليج من الأعرب من وجهة ناظرك أعتقد أن لو الكلام على هذا المساء أقول لكم أن 70% لبايرن لفركوزين و30% إلى أطلانط أما النهاية الآخر طب أنا سؤالي سينيور كاربوني لي علاقة بنهاية شامبيونز ليج نهاية ريال مدريد في مواجهة بروسيا دورتموند من الأقرب من وجهة ناظرك مع الأغلبية وأن الريال فرص أكبر ولا بروسيا دورتموند هي حالة المفاجأة أماني سينيور كاربوني ريال مادريد نعم سي سي أيوه الله هو هو النهاية سي سينيور كاربوني لها من ريال مدريد هل تقصد نهاية الرهاية بين ريال مدريد ايوة ريال مدريد في مواجهة دورتموند نهاية دور الأبطال يبدو في مشكلة في الصوت طيب كابتن أو سينيور اميديو كربوني طبعا نجم الانتر وفالينسيا وروما السابق بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعتقد انه هيكون نهاية ممتع جدا جدا بين طرفين صحيح ما كانوش ده من المرشحين لكن قدموا عروض في منتهى القوة وده اللي يثبت في اوقات كتير انه التنظيم الجيد انه المدير الفني اللي عنده قدرة على استخدام القماشة والامكانات المتاحة ليه اللي ممكن تكون مش مرتبطة بفكرة النجمية ولا القيمة الاقتصادية ولا القيمة التسويقية الكبيرة جدا وده اللي ينطبق على التجربتين تجربة اتلانتا وتجربة باير ليفركوزن عشان كده بقولوا انه النهائي هيكون مثير جدا واعتقد انه صعب حد يتوقع صحيح الاتنين قدموا موسم اكتر من رائع لكن انا من وجهة نظري مفيش كفة ارجح على التانية وكل الاحتمالات قائمة النهاردة زي ما بالزبط كل الاحتمالات قائمة برضو يوم السبت القادم نتمنى ان شاء الله انه الاهلي يكون صاحب المبادرة هدفين يريحونا ويقربونا بشكل كبير جدا من اللقم طيب اكمل معكم اخبار النهاردة طبعا النهاردة ان شاء الله باذن الله هيكون نادي الاهلي في استقبال بعثة نادي التراجي لا تصل القاهرة مساء اليوم والحقيقة نادي الاهلي مهتم جدا جدا بانه يكون الاستبال على اتم واجه وانه يتقدم لفريق التراجي وبعث التراجي كل التسهيلات اللي تسهل وجودهم في القاهرة حرصا طبعا على الروابط المتينة جدا والعلاقات الممتدة والطويلة اللي بتجمع بين اتنين من اكبر الاندية العربية والافريقية طبعا دي لقطات من سفر فريق التراجي في تونس هيتحركوا ان شاء الله من تونس ويصلوا القاهرة مساء اليوم اهلا وسهلا بيهم طبعا في بلدهم التاني مصر والحقيقة يمكن مفترض يعني معلوماتنا حتى اللي جايلنا من تونس بتقول انه في رحلات بالجملة يعني من الواضح انه هيكون اكبر تواجد لجماهير نادي التراجي في القاهرة لحضور مباراة هي مباراة السبت القادم فاعتقد ان شاء الله يكون كرنفال بين اتنين من اكبر الجماهير العربية واتنين من اكبر الجماهير الافريقية حتى صفحة نادي التراجي النهاردة منزلة كلمة موجهة كلمة لجماهير التراجي اللي هتكون حضرة في استاد القاهرة بتطالبهم طبعا باحترام النظام والقواعد المعمول بيها فيه الاستاد عشان يخرج النهائي بشكل يليق باسم الفرقتين سواء الاهلي المصري او التراجي التونسي خليني اختم مع سام مورسي الحقيقة خبر عن سام مورسي وانتو عارفين انه سام مورسي كابتن فريق ابسويتشتاون الانجليزي نجح في الوصول للبريمير ليج للدوري الممتاز في انجلترا كانوا بيلعبوا في الشامبينشيب ونجح فيه قيادة يعني هو مش وصل مع فريقه لكن هو قاد فريقه لمشوار نجح انتهى بالوصول للترقي لدوري البريمير ليج او دوري الدرجة الاولى وهيكون سام مورسي في السنة الجاية مع محمد صلاح هما الاثنين لو لم يحدث جديد في انتقال عمر مرموش او لم يحدث جديد في انتقال مصطفى محمد لأحد الانجليزية فهيكون ممثلي اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي لو استمر محمد صلاح وغالبا هيستمر مع ليفربول السنة القادمة او الموسم القادم هيكون صلاح وسام مورسي صلاح وسام مورسي مش بس كده بقى لكن سام مورسي كمان الحقيقة فاز بلقب عن طريق السفتاء الجماهير لقب افضل لاعب في الشامبينشيب افضل لاعب مش في إبستشتاون في دوري الدرجة التانية اللي هو البطولة اللي تحت البرومير ليجا عطول في انجلترا فاز سام مورسي بلقب افضل لاعب والحقيقة علامة الاستفاهم انه لماذا لم ينظر لسام مورسي في اي لحظة من اللحظات او الاعتراف بامكانياته او انه ممكن يكون اسم بيخدم منتخب مصر اعتقد انه سام مورسي اعتقد لازم يكون في القريب جدا تحت منظار كابتن حسام حصل طيب سيناريو الترجي جاهزين 72 ساعة اسئلة كتيرة جدا سيناريوهات كتيرة جدا الكل بيحلم والكل بيتمنى ان شاء الله ان يوم السبت يكون يوم فرحة كبيرة جدا وبإذن الله الاهل يكون عند التحدي ينجبنا تكون حضرة بإذن الله وبكل قوة والرهانة على مرسل كولر وكتيبة النادي الاهلي اللي هتكون حضرة في الساد القاهرة اما التفاصيل فهتكون كلها معنا في السادسة بعد الفاصل وده يأكد برضو وان كان طبعا فيه احتمالية كبيرة جدا انه كولر يراهن على كريم فيه مكان عالي معلول بعد نجاحه فيه الشوط الاول في الرادس لكن في النهاية انت بتراهن على كل اوراك الهجومية واللي كان في فؤاد الحقيقة يستهيلها يستهيلها وان كان الحقيقة برضو ما تقدرش تقول انه رضا سليم حسين الشحات عبدالقادر برسيتا وسام أبو علي محمود كهرباء كلهم الحقيقة أوراق ممكن أهلي جدا يحتاجهم وممكن يكون عند حد فيه المفتاح السحري ان شاء الله لمباراة العودة في التسعين دقيقة هو السيناريو تسرب من الكنترول يعني الورقة اللي معايا دي اللي جابها لي ونفسها نفس النسخة مع بلال ومصطفى فيها من دقيقة واحد للدقيقة خمسة وتسعين هيحصل ايه في كل دقيقة وهم بقى يقولون السيناريو المتوقع في مباراة السبت في حلقة الأربعاء العالمية النهاردة طبعا فيه أتالنطا وليفر فوزن السبت إن شاء الله الأهلي والترجي السبت اللي بعده أعتقد هيكون ريال وبروسيا دورتون مساء الخير لأول مساء النور طبعا يا أحمد أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين ومبروك تدويج السيتي بالبريمير ديك طبعا انت لقب يعني انت عشان نحن نبرد الهواء مش مطاقعة عدتك أن نحن نبركلك على الهواء يعني إن شاء الله بإذن الله نبرك لبعض كلنا إن شاء الله بإذن الله بساء الله خير يا أحمد بساء الله خير يا أحمد ومبسوط جدا لأنا معاك وموروك تاني على الدور الإنجليزي لأنا كنت أتمنى الأرسنل هو اللي يحقق الدوري إنه هو يعني نادرا لما الأرسنل يوصل لتسعين نقطة بس 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 أنا في حتة جواية مش قادر أخبي أنا متعاطف بصراحة جدا يعني متعاطف مع أرتتا متعاطف مع النسخة ديمة الأرسنل بس برضو ما يعني مش قادر يعني توصل لتسعين نقطة ومتخدش دور إنجليزي معاك بص في كل هم تسعة وتمانين مش تسعين هم وصوا تسعة وتمانين لكن هي في النهاية يعني هم مقدمين سيزن رائع بس مش أروع من الستي بصراحة ولا أروع ما فيش كرة بتتقدم على مستوى أوروبا كلها ولا حتى الريال ولا البرسا ولا البيان ممكن تكون قريبة بس مجرد قريبة من كرة الستي فصعب إنك إنتا تزلم الستي وتطلعه بموسم بدون بطولة كبير بس الأرسن عايشكو آخر جولتين برضو في أجواء صعبة خالص لا يا رجل نحن حضرنا الفشار والعصير وقعدنا قولنا يبقى دوري زي الجوير وحتى فودن قال لك اقفلوا الشاشات في أول عشر دقايق فكرنا بجن رضا شحاتة في موتش الأهل والزمالك سنت واحد صحيح خلينا أبدأ معاكم من مباراة الزهاب أنت كنتم موجودين معايا في حلقة ليلة الامتحان يوم الأربع اللي فات وكلمنا على السيناريو المتوقع إلى أي مدى أنتو بنسبلكم النتيجة لحياة الأهلي في رادس مرضية أبدأ بأحمد نتيجة السفر سفر نتيجة مرضية طبعا لكن مش مكمنة يعني لأن هي نتيجة خادعة أنا بشوف أن التراج التونسي نجح في النتيجة اللي هو عايزها ممكن تبقى شايف أن التراج التونسي ما حققش النتيجة لأنه طبيعي يلعب على ملعبه وسط جماهيره لكن ميجيل كاردوزو هو مدرب عارف وعايز النتيجة هو عارف يلعب قدام نادي الأهلي نادي أعتقد هو الأقوى في أفريقيا وعارف أنه كان السيناريو اللي رسمه في دماغه أنه هو يطلع بالنتيجة اللي طلع بيها زي اللي طلع بيها سفر سفر أو ممكن يخطف هدف وهذا حصل في أول خمس دقائق كان ممكن يخطف الهدف اللي طبعا اللي ضع في أول ثلاث دايب الزبط فأعتقد أن السيناريو بالنسباله هو شبير أنقذة شبير أنقذة طبعا شبير طبعا متقلق في دورة بتالي أفريقيا عم أقدم مبارات كبيرة جدا اللي شجع على ده يعني هل تعتقد أنه تأهله على حساب سانداونز من بريتوريا بمكسب واحد صفر ضد سانداونز يقول لك أخلي رهاني على مواجهة الأهلي وإن كان الأهلي يختلف برضه عن سانداونز هو رجل مش مدرك للأهلي في ملعبه وقص جمهوره الدنيا عاملة إزاي لكن هل ده ممكن يخليه يفكر أنه أأجل الرهان لو ما استقبلتش في تونس أأجل الرهان على اللقب لمواجهة القاهرة هل فيه ممكن مدير فني يفكر بالطريقة دي يعني بص يا عقل يفكر بالطريقة دي بص خلينا نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة القبل اللي سبقت لقاء الأهلي والترجي في رادس وقلنا أن ميجيل كاردوزو هيختار أنه لعب النادي الأهلي بالطريقة اللي لعب بها النجم الساحلي فيه الدوري ، ليس الطريقة اللي لعب بها سانداونز المساحات الكبيرة اللي كانت موجودة في خط ضهر سانداونز نظرا أن سانداونز بيندفع من الدقاية الأولى وتقريبا طوال أحداث اللقاء هجوميا بحثا عن الفوز ودي مدرسة ولكن مدرسة النادي الاهلي اننا حتى لو ما مش هندفع هجوميا ولكن انا بقف كويس قوي بعرف انظم خطوط الدفاعية اه النادي الاهلي كان هيستقبل هدف من بالمناسبة احنا لو جينا اتكلمنا عن كورة الهدف اللي انقاذها مصطفى شبير وان شاء الله يكون تصدي البطولة لانه اخرجه بصعوبة كبيرة جدا الهدف او الجملة دي جت نتيجة اصابة علي معلول لان علي معلول اه وكان حصل حتى كلام بين حسين الشاحات وامام عشور على مين يرجع يغطي معلول في الدقيقة دي كان التراجع اه فده طبعا من الحاجات برضو اللي تقولك ان ان كورة القدم بتحبك لسه عايزة تبقي على حظوظك لان استقبال هدف في الدقيقة الرابعة تقريبا كان هيعقد الحسابات نوعا ما لان كان النادي الاهلي هتطر ان هو يخرج من المناطق الخلفية وبحثا عن هدف التعادل ما كنتش عارف ايه سيناريو ممكن تستابل هدف تاني يصعب حساباتك تماما ولكن خلينا نقول ان نتيجة السفر سفر هي نتيجة خادعة في كل الاحوال خاصة بعد او مع اسرار الكاف على تطبيق قعدة الهدف خارج الارض بهدفين فالنادي الاهلي هيدخل لقاء السبت معه افضلية الملعب والجمهور ولكن بيقابلوا بنادي الترجي اللي داخل مدعم بقعدة الهدف خارج الارض بهدفين وانا بشوف ان الاتنين اصبحوا متساوين انت اه عندك ميزة كبيرة جدا ملعب هيمتلئ عن اخره معتاد اللعب عليه ولكن كمان الترجي عنده افضلية كبيرة جدا في حالة لقدر الله ان نسجل هدف في ملعب استاد القاهرة فاعتقد ان المباراة لازالت على الورق زي ما بدأنا في تحليل المباراة الاولى هنبتدي في تحليل المباراة التانية ان المباراة لازالت على الورق 50-50 مع افضلية نسبية للنادي الاهلي ان المباراة التانية هتلعب على ملعبه والتركيز الدفاعي الكويس هيحميك من قصة ان انت لقدر لا تستقبل هدف وساعتها تقدر هجوميا تحرز هدف او هدفين يطمئنوك تماما ويعد بيك للتتويج ان شاء الله هل الترجي ممكن يكون عنده اي رهان غير على اللعب على فكرة الزون او الدفاع وتقفيل وتديئ المساحات وانه يكون في كونتر اتاك هل فيه سيناريو تاني ممكن يلجأ له الترجي مع بداية مباراة الساب لا طبعا هو نفس السيناريو اللعب بيه مباراة الزهاب اللعب بيه امام سانداونز يلعب بيه امام النادي الاهلي هو هيعتمد وده مجيل كردوزو اعتقد من وقت تدريب الترجي التونسي هو نجح في انه هو يخلي فريق الترجي التونسي قوي دفاعيين نظم الفريق دفاعيين انه هو عارف ان الفريق مش اقوى مش اقوى فريق في افريقيا لكن هو نجح في انه هو هل انت بتشوف فعا يعني رقميا هو طبعا واحد من اكتر الفرق المميزة دفاعيين لكن لو شفت ال180 دياب توقع سانداونز انا شفت انه سانداونز اخترق دفاعات الترجي من كل حد من وصوب من على الاطراف من الكرة السابتة من التزديد من خارج البوكس من الاختراق من العمق يعني ما فيش محور من محاور الهجوم لسانداونز ما نجحش في اختراق دفاعات الترجي والوصول لمرمى امان الله ما ميش يمكن ما كانش فيه توفيق لكن ده ما ينفيش انه دفاع الترجي في المباراتين سواء في رادس او في بريتوريا كان في منتهى الضعف او منتهى الهشاشة امام فريق سانداونز اتفل معك احمد طبعا جدا لكن برضو مانش عايزين نخفل في قوة سانداونز سانداونز فريق قوي هجوميا وبيقدر يخلق فرص كثيرة جدا فمهما تكون انت قوي دفاعيا ومنظم دفاعيا الفريق اللي قدامك برضو احيانا برضو عنده امكانيات كبيرة وعنده لعيب وحنا عارفين ان السانداونز بيخترك من العمق بيخترك من الاطراف بيخترك من كل الاتجاهات فريق مهاري جدا وعندهم امكانيات كبيرة جدا ما كانش عندهم توفيق واعتقد ان السانداونز قريب جدا من نادي الاهلي عشان جدا انا بشوف النادي الاهلي في مبارات يوم السبت القادم لازم ينزل على فريق الترجي التونسي ضاغط من اول دقيقة لان الترجي التونسي هيحاول اولا يمتصح مثل الجماهير والملعب ويحاول يطول المباراة على قد ما يقدر واعتمادا على اي كرة ممكن يخطفها عن طريق طبعا يان ساس اللي هو بيعتمد عليه كمهاجم واهمي خلف رودريجز اللي بيعتقد يعني بيشوف ان هو مهاجم بيقدر يبقى محطة وبيقدر يخلق فرص ومساحات للعيبة اللي جامل خلف فبشوف ان الترجي التونسي عشان تخليه ما يوصلش للحاجة اللي كردوزو بيفكر فيها وعملها مع صندوز وممكن يخطفها اي حاجة لازم اول ثانية مباراة مارسل كولر يضغط على فريق الترجي التونسي ضغط عالي من اول ثانية طيب انت نقلتلي السيناريو الاهلي بس انا قبل ما اروح لسيناريو الاهلي ومارسل كولر ربدا على طريقة كردوزو اللي انت قلتلي لسه من شوية انه ما عندوش بديل مظبوط لكن خلينا اكلمك على الاهلي برضو يعني ماجي بص الاهلي وهجيلكم كمان شوية للاعلام الرياضي التونسي بيبص المباراة زي بتتكلم على اطول سلسلة لا هزيمة على مستوى نسختين من دوري الابطال بتتكلم على اكبر عدد من المباريات اللي حقى الاهلي فوز خارج الارض في بطولة دوري الابطال افريقيا تحت قلتة مارسل كولر عايز فهمني انه ده مش محطوط في اعتبار ميجيل كاردوزو وهو جاي لعب الاهلي في القاهرة في وسجمهوره في نهاء دوري الابطال اللي بيلعبه الاهلي لمرة الخامسة على التوالي اكيد هو يعلم تمام العلم انه الاهلي يختلف عن اي فريق تاني في افريقيا يعني ممكن يحمد خلينا نقول ان اي مدير فاني او اي فريق لا يتمنى مواجهة النادي الاهلي ولكن خلاص يعني انت عدت او تجاوزت كل الادوار وصلت للمحطة النهائية وهي هتقابل النادي الاهلي فكاردوزو في خلال المواجهة الاولى لي مع النادي الاهلي في ملعب رادس اعتقد انه تعرف على النادي الاهلي جيدا على ارض الملعب يمكن هو ما وجهش النادي الاهلي قبل كده كمدير فاني مع الفريق ولكن دي اول مواجهة بتجمعه مع النادي الاهلي فاعتقد انه هو التسعين دقيقة لو هو استغلهم في التعرف فقط على شخصة النادي الاهلي وطريقة لعبه ومفاتيحه 90 دياب تو عرادس اعتقد انه هو وما استقبلتش شباكه كمان أهداف على ملعبه ده أعتقد أن كان المهم بالنسبة له جدا أهم من ما استقبلتش شباكه عشان كولر كان قانع جدا بأنه بس فكرة أنا مش عايزة أسجل أنا كمان مش عايزة أستقبل ولا ما استقبلتش شباكه لأنه الأهلي مجربش أنه هو لا يعني يعني أنا من متابعيتي للقاء أنا بشوف أن الاتنين مدينين فنيين كان هموهم الأول لو ما سجلتش ما استقبلش يعني أنا ما شوفتش فريق ضغط هجوميا في فترة من الفترات الأهلي هجومين في مازينبي أنت بتشوف أفضل بتكلم على مباراة الكنغو مش مباراة القاهرة أنا بشوف أن الأهلي في مازينبي ضغط مبكرة نحن تكلمنا أن كان في الديق الرابعة تقريبا أن الأهلي كان أحرز هدفين لوسام أبو علي في مباراة مازينبي الأولى ولكن حسابات النهائية دائما تختلف أنت عارف أن المباراة النهائية دائما أو النهائيات بتدار بطريقة مغيرة تماما لأي دور قبل النهائي فالمباراة النهائية حساباتها مختلفة عشان كده أنا أعتقد أن كاردوزو ما اندفعشه هجوميا خوفا من تلقي مرمى لهدف يوربك حساباته لأنه هدف في ملعب رادس بهدفين كذلك مارسل كولر ما حد بش يدخل مباراة الإياب في ملعب القاهرة وهو متأخر في النتيجة وأعتقد أنه لما تبدأ صفر صفر على ملعبك فده لي أفضلية كبيرة جدا بحسابات مارسل كولر كمان كاردوزو عنده نفس الحسابات تقريبا أو عنده نفس القناعات إن أنا طالما داخل صفر صفر فأنا هعتمد على إن أنا سجل هدف في خارج ملعبي فده أعتقد أن الاثنين ولكن على أرض الملعب المباراة الأولى تسعين دقيقة لم تفي بالوعود الفنية للمتفرج العادي المشجع ممكن يكون طالع مرتاح للنتيجة عنده أمل في مباراة العودة ده اللي بيشجع هنا وهنا لكن المتابع العادي اللي كان مستني واجبة كراوية دا سيما على أرض الملعب ما تحققش طيب إذا كنا نتكلم خليه برضه أقول وأكد على الجزئية دي إذا كنا نتكلم على فكرة الزون والتحولات تعالى ناخد قياسا مباراة الترجي مع سانداونس في بليتوريا يعني المباراة اللي لعبها الترجي خارج أرضه عشان يبقى السيناريو مشابه هو راح لعب قدام سانداونس في بليتوريا وجاء يلعب مع الأهلي في القاهرة إذا كنت بتتكلم يا أحمد على أنه كاردوزو هيراهن على فكرة أنه ألعب زون أأمن كلما الوقت يعدي لعبتي بتبقى أهداء لعبتي الأهلي الضغط بيزيد عليها أحاول أنجح في أن أنا أخطف مرتدة حتى المرتدة أنا شايف أنه الفريق اللي زهر قدامنا في رادس ما عندهش خدرة أنه يعمل الكرة مستنف يعني كل لعبته بالساسناء ينسس شوية يعني كلهم يتميزوا بالبطء الشديد جدا جدا والكرة اللي أحرزوا بيها أو اللي سجلوا بيها هدف الفوز في بليتوريا على سانداونس كانت نتيجة خطأ دفاعي ما كانتش نتيجة تحول سريع هذا الباك رايت كمان بالضبط كانتش نتيجة تحول سريع أو هجمة مرتدة منظمة زي ما نقول الرهان هنا ممكن يكون برضو على إيه على أخطاء لعبة النادي الأهلي على أخطاء خط دفاعه بصف أحمد يعني عايز أقول لك الحاجة أنا عجبتني في كل راية في مباراة الذهاب وأنت تكلمت أنت وابلال فيها أنه كان ذاكي جدا لما راح لعب التراج في تونس تفرج على مباراة سانداونس واضح جدا أنه تفرج على مباراة سانداونس كويس جدا التراج التونسي أو مجيل كردوسو بيحاول دايما يعني يعمل الخدعة للمنافسين بيستدرج المنافسين بيديهم دايما اللي تعمل يديهم الإحساس دايما أنهما بالاستحواز وده عمل مع سانداونس كان سانداونس طمع في المباراة في مباراة تونس هو طمع فيها وعشان كده قلر مجامرش قلر يعني رضى بالنتيجة أو كان مقتنع بالنتيجة أنها تخرج بالنتيجة سلبية أو بنتيجة 0-0 كان ممكن يطمع لكن لو كان طمع في مباراة كان ممكن يدخل فيه هدف وكان يبقى المباراة صعبة عليه هنا وعشان كده هو كان راضي بالنتيجة وأعتقد في المباراة القاهرة مجال كردزو برضو هيلعب بنفس الطريقة لأنه هو عارف النادي الأهلي هيبقى مضغوط مع كل وقت بيمر وكمان هو هيعتمد على الأخطاء وهي دي لعبته اللي بيعتمد عليها في المبارات أمان منافسين القبار لما جينا جيبنا مبارات النجب الساحلي لا ترجل تونسي مختلف بيلعب بطريقة مختلفة بطريقة هجومية بيتحول تماما لكن أمام الفرق اللي هي تبعتمد على الهجوم وعندها ميكانات كبيرة جدا وخلانا مقتنعين وهو عارف إمكانيات فرقته هو عارف أن النادي الأهلي أقوى منه فنيا وحتى جاهزية هو عارف إمكانيات فرقته كويس جدا هو بيلعب بناء عليه هو بيعتمد أن النادي الأهلي ممكن يغلط في كرة ممكن أخطف كرة في أول ربع ساعة أمطص حماس الجماهير في أول ربع ساعة ده مهم جدا مبارات الزهاب هو عمل حاجة مهمة جدا ضغط على النادي الأهلي من البداية ضغط على النادي الأهلي من بداية المباراة عشان يخوف الناد الاهلي ويخوف الناد الاهلي ما يهاجمهوش وديه بعد كده بدأ تقريبا في نص الملعب شفناش اي خطورة تماما عفالية الترجل اعتقد هو ممكن يعمل كده في وبرات برضو العودة يحاول او ربا ساعة يبدأ يمتص حماس جمير الناد الاهلي وحماس الفرقة بتاعته يديهم سكة اكتر يبدأ ضاغط من فوق عشان كده بوناد الاهلي لو مرسيل كولر اتفرق كويس جدا على وبرات العودة ممكن ما يضغطش ضغط علي لا مفيش وقت لان الوقت اللي بيعدي في وجود فرقة الترجل اللي هي بتكسى بثقة اكتر مع كل اديها بتمر لا لازم من اول ثانية مرسيل كولر عمل كده على فكرة في اكتر من برات دائما في المبارات اللي بتبقى محتاج ان انت تحسيمها من بدري لازم يعمل عليها ضغط عالي وفريد الترجل تنسي معندهوش في الخط الخلف اللعبة المميزة ان انت لو ضغطت عليها عالي تتعف تطلع بالكورة بالعكس ممكن تصفر عن اخطاء بالضبط فاعتقد مش يقدر اعمله كده في استاذ القاهرة لو النادي قالي نجح في ان هو يعمل عليهم ضغط عالي عكس صندونز حتى زي ما انت قلت الجن اللي دخل في مرموهم صندونز عنده مشاكل اصلا دفاعيا خلف الازهرة طول عمره طول عمره يعني حتى هو مش بيهاجم هو عنده مشاكل دايما الباكات بيدخلوا لجوه نفس طريق الست يعني اه لا لا هم يعني دطريق معتد اضعف الفرق الكبيرة في القرى دفاعيا فهو حتى الجن دخل بالضبط من نقطة ضعفهم الواضحة دائما في كل البطولات اللي دائما حتى لما يعني بيوصلوا للنهاية بيخرجوا منها بسهولة جدا لكن ناد الاهلي غير ناد الاهلي مختلف ناد الاهلي كولر بيذاكر المنافس كويس جدا بيخترر عناصر المناسبة للمباراة هيبقى عارف ان الترجل التونسي هو خلاص تعرف على فرد الترجل التونسي كويس جدا من ارض الملعب في رادس وكان واضح جدا ان كولر مذاكر فرد الترجل التونسي كان واضح جدا وانا عاش كده عجبني ان هو مغا ميرش المغامرة كانت ممكن تسفر عن هدف ناد الاهلي لكن كان برضو ممكن تسفر ان هدف ممكن مرباكي استقبله لكن هو نجح ان هو يخرج بنتيجة ايجابية نتيجة مرضية ليه هو حتى تكلم لك انا مش هادره اذا كانت نتيجة كويسة ولا مش كويسة نتيجة صفر صفر دائما بتبقى متوازنة طبعا انا شايفها طبعا متوازنة وقلت ده على مدار الاسبوع كله انه الترجي جاي القاهرة وميجيل كاردوزو شايف انه كازبان واحد سفر هو في حاجة الى هدف واحد عشان يبقى صدر الامور او الصعوبة للنادي الاهلي لكن خلينا اخد تقييمكم اللعبة الترجي محاور الفريق اداء الفريق من وجهة نظركم دفاعيا وهجوميا اللي لو الاهلي كتفها او سيطر عليها اوفرد سيطرته عليها في التلات خطوط يقدر يمنع اي خطورة من فرقة الترجي مين في الترجي لفت نظرك يا بلادي يعني انا عجبني في المباراة الاولى طبعا يعني لو اخدناها من الخطوط الخلفية انا كنت بشوف ان ياسين مريح كان عنده تدرك جيد بالكرة من المناطق الخلفية عكس ما كنت يعني مستني منه حتى فيجي افتعامل مع وسامة بوعاليف اكتر من كرة بالثقة الكبيرة اللي حتى بيتمتع بها محمد عبد المنعم عندنا في النادي الاهلي فجئني ياسين مريح ان عنده تدرك جيد بالكرة على مستوى الظاهرين احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا ان عندهم ظاهرين مميزين جدا سواء بن علي في او بن حميدة بدع يغيب بنسبة كبيرا المعلومات اللي عندنا هو جاي مع البيعصة ان شاء الله يوصلوا بسلامة الله للقاهرة النهاردة لكن معلوماتنا انه عنده كسر في اصابع القدم فهيغيب عن النهائي فانا اعتقد ان زي ما بقولك يا احمد اللي لفت نظري كمان حسام غشة لعب متحرك وانا اكلمنا عنه وقلنا ان حسام غشة دايما بيخش او بيقوم بدور المهاجم الوهم اللي بياخد من وراء رودريجز المهاجم بيدخل بيبعنده تكملة في منطقة الجزاء في بعض الاوقات بيتحول طريقة اللعب زي ما بيعمل مارسل كولر بيعمل كاردوزو وبالمناسبة اللي مصعب المواجهة ومخليها يعني ايكوال كده على ارض الملعب حتى في الارقام على مدار المشوار الفريقين ان تقريبا الاتنين المديرين الفنين بيلعبوا بطريقة مش هنقول مطابقة ولكن مشابهة مشابهة بحد كبير يعني احنا شفنا مارسل كولر في كتير من اوقات المباراة كان بيستخدم امام عشور كتاني مع وسامة أبو علي في الضغط وبيتحول الطريقة لأربعة اربعة اتنين برجوح سن الشحات امام كريم فؤاد في الجهة اليسرى وبرستاو امام محمد هاني في الجهة اليومنا ويسيب الاتنين اكرم ومروان على الدايرة واللي بيعمل عملية الضغط الامامي هو امام عشور ووسامة أبو علي كذلك بيعملها برضو كاردوزو في الترجي بيدغط برودريجز مع حسام غشة او يانساس الاتنين بيتبادلوا الأدوار يانساس ما ظهرش بالمستوى حتى هناك ما لقاش استحسان المتابعين لفريق الترجي يانساس حتى خرجوا المدير الفني هو كان عنده اندهاش او استغراب انه هو خارج ولما تيجي تبص على ارض الملعب هتلاقي ان يانساس ما كانش عنده المستوى الكبير يعني في المباراة لذلك هو اختار انه يلعب بأسامة أبو جره مع حسام غشة ورودريجز فانا اعتقد ان وسط ملعب النادي الاهلي هيكون لي كلمة الحسم في اللقاء انه لو ضغط على اهولو دايما في كل كرة بيستلمها ويمكن الكلام الحمد لله ان احنا قلنا حتى الناس اللي تبعت الحلقة قالوا لنا ان ده اللي حصل ان كل كرة بيبصم عليها اهولو في وسط الملعب بيدوروا عليه زي ما احنا قلنا التشبيه المطابق لطريقة لعب اهولو هو مكوينة بتاع سانداونز بالزبط تقريبا بيبصم على كل كرة البكات والسرد بكات دايما بيدوروا عليه لانه هو اللي بيحرك الفريق بإرسال الكرات الطولية سواء في عنق الدفاع او على طرفي الملعب فاعتقد ان الضغط العالي على اهولو وان ان انت ما تدلوش فرصة ان يستلم براحته في وسط الملعب هتضغط فريق الترجي واتغلطه في المناطق الدفاعية بتاعة الفريق كذلك استغلال بقى مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي اختفت تماما في لقاء الزهاب اعتقد ان هي هيكون عندهم افضلية كبيرة ومطالبين في نفس الوقت بتحمل المسئولية شوية ولما نيجي نتكلم في الحالات هنتكلم ان ازاي يكون عندك فرصة استغلال كرة ممكن ما تتكررش في لقاءات النهائية لان انت عارف النهائيات دايما الفرص فيها بتبقى عزيزة شوية او ندرة شوية مطالب بالتسجيل من انصاف الفرص اللعب الجماعي لحد ما تصل بالكرة لداخل الشباك اه الحلول الفردية بتبقى مطلوبة سواء بالتسديد ولكن دايما لما يكون عندي حل فردي وحل جماعي بختار الحل الجماعي الا لو انا يعني بقى ايه ليونيل ميسي مثلا انا ممكن اعذره لو حل فردي لان ده انا ضامي لكن غير كده احنا دايما نحل جماعي لحد ما نضمن المكسب يعني صحيح طيب على الرغم من انه في كتير من مفاتيح اللعبة في الفرقتين ولو كلمت على وجهات نظر في اسماء لعيبة هنا وهنا يعني هنتكلم على اسماء كتير لكن رقميا المفارقة بقى انت بتكلم على اهولف التغولي في خط نص الترجي انه واحد من اهم اللعيبة لكن رقميا غيلانش علالي الحياة هو هو نجم تونس او نجم الترجي التونسي في المباراة وعندنا في المواجهة اللي كان مرون عطية مرون عطية بالزبط كده من حيث الارقام كانوا الاثنين الاكثر انتاجا وتأثيرا في مواجهة رادس وتعالوا نشوف كده مقارنة سريعة بين ارقام غيلان شعلالي و مرون عطية اتفضل يا حسن غيلان شعلالي مدة مشاركة طبعا لعب المباراة كاملة التمريرات عمل 40 تمريد صح من 51 تمريد مفتاحية 1 تمريد طولية 7 من 8 تصيب على المرمى 2 مراواجات 1 من 3 التحامات أرضية 6 من 10 افساد الهجمات 1 التقييم 7 بين 4 وده أعلى تقييم أعلى تقييم لعيبة في المباراة مرانة عطية مدة مشاركة برضو 90 دقيقة تمريد 51 من 59 تمريد مفتاحية 2 تمريد طولية 8 من 10 التحامات أرضية 4 من 6 افساد هجمات للمنافس 2 التقييم نفس التقييم برضو 7 بين 4 هناك تشابه كبير جدا بينهم وبعض في المباراة صحيح والاثنين طبعا من اللعبه 6 والاثنين أعلى تقييم على المباراة تقول ليه يا بلال؟ بقولي الاثنين هنا وهنا بيلعب 6 و 6 مركز 6 دايما اللي هو يعني بتطلع عليه خط الدفاع بيطلع دايما عليه آه لا غيلان الشعلاني عمل مباراة كبيرة من جنب الترجمي رودريجز يعني بالنسبة لي أهم لعب في فريت الترجمي هو مزعج لدرجة كبيرة جدا أكثر من ينسس؟ أكثر من ينسس لأنه هو يعني بحسه بطيء جدا 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 هو الخطة تقريبا أيمة على رودريجز يعني خطة وطريقة لعبه اللي بلعبها ميجيل كردوزو على رودريجز المواجب البرازيلي عشان يدي مساحات لكل اللعبة سواء ينسس اللي قلنا هو واحد من اللعبين اللي لما خرج من مباراةه شفت أنه هو خروجه رايح نادلقالي كتير جدا ودفعات نادلقالي لكن ينسس في المباراة اللي خارج الملعب أو خارج ملعبهم بيبقى متقلق جدا لأنه هو سريع جدا وبيعرف يعمل تحولات وهو أفضل لعب في الترجل التونسي بيعمل تحولات هجومية عنده سرعات وبينجح في أنه هو يروح دايما في المساحات الفاضية الهجوم الحذر يعني ابتهايلي ده هيبقى طريقة تفكير مارسل كولر في بدايته للمباراة اللي قال السيناريو يمشي إزاي؟ سجلني هدف مبكر خير مبركة حطينا التاني العصاب ارتاحة دخلت التلاجة بقى الجيم مفتوح الترجل ما عندهش حاجة يخسرها هيطلع من المنطقة ده السيناريو الأهلوية يتمنون صح؟ لكن لغاية لما السيناريو ده يحصل ما اعتقدش أنه هيبقى فيه الهجوم المكسف قدام فريق بحجم الترجل مظبوط؟ لو تسألنا عن رأيي لا أنا بشوف أنه لا نفسك حاجة أختار لا أنا بشوف ما أنا هقولك هقولك نلعب إزاي ليه ليه لأنه خلي بالك أنا حسيت أنه تكلفات الحداشر بتوع الأهلي من أول شو باللغاية وسام يغلب عليها الوجبات أو التكلفات الدفاعية في مباراة رادس يعني الكل في الملعب بيقدي أدوار الدفاعية ولما تقديها لو فيه فرصة يبقى لك دير هجومي مفيش مانع لكن التكلفات اللي جاءت من قط اللبس الكولر من كولر لكل اللعيبة أم من دفاعي من أول وسام أبو علي ووراء ما معشور لبرسيتاو على اليمين وشحات على الشمال اللي بقيت الفرقة بقى وراء حتى الظاهرين لما نشوف كريم وهاني تقريباً مفيش مشاركة محدش عدة خط نص الملعب طيب يعني انت بص انت كده لو هروح بمعاتل السيناريو اللي انت بتتكلم فيه فاحنا هنروح للسيناريو المشابه للقاء الرجاء في سيمي فاينال دوري أبطال وبعدها الودات في الفاينال ولكن أنا عايز أبيع لك سيناريو تاني خالص أشوفها تشتريه سيناريو لقاء وصندوينز ما بقولش انه هيلع في السوبر لي ما بقولش انه هيلع ضرب الجزاء عرضتين ايه رأيك في السيناريو ده ده أفضل ولا أنا بقول الهجوم الحذر ده يستدعي انه يحرر اللعيبة الهجوم خير وسيلة للدفاع هجوم حتى الثمالة لا أنا أقصد أقول انه يعني وارد جداً يحرر مثلاً أكيد طبعاً الثلاثة الأمامي ومن وراهم بعض التكليفات مثلاً أكيد لإمام ومعه مثلاً أكرم طوفيق مثلاً مروان أعتقد انه بلوكر أكثر منه يبقى فيه زيادة عددين ويبقى متحفز شوية في الاربع الرباع الدفاعي بتكليفات أقل شوية أو لو هني زاد يبقى كريم سابت أو لو كريم زاد يبقى هني سابت مثلاً يعني ولا لك انت فكرة تانية أو شايف لك رؤية تانية أنا شايف اننا على أرض الملعب نقدر نفرد طريقتنا ونقدر نفرد شخصية النادي الأهلي من البداية زي زي ديني مثل يعني زي ما أردتك مطش الأهلي ومزنبي في العودة في القاهرة هو داني المسال الأنسب بالنسبة لك يعني أنا مش عايز رب بعيد مزنبي يختلف عن الترجي يعني مزنبي يختلف عن الترجي ولكن أنا بتكلم أننا لازم من البداية أبادر بالهجوم ما تدعيش فرصة للفريق أنه يعرف يقف لأن كده كده العيب الترجي هيبقى عندهم حالة الخضة من منظر الملعب والأجواء اللي هتبقى موجود في استاد القاهرة زي ما دغطت الهلال السوداني لو تفتكر في مباراة الصعود من دور المجموعات وأحرصت هدف في الثاني في الثالث ما دتهمش فرصة كذلك مباراة الرجاء كسبت اتنين اتنين مقابل لشي ومباراة الوداد سجلت هدفين واستقبلت هدف في آخر المباراة فأنا عندي استقبل هدف في آخر المباراة ولإن لو قدر الله استقبل هدف في بداية المباراة هيعقت تماما الحسابات فأنا لأ عايب عندي حذر دفاعي تعامل جيد عدم سرحان تركيز في عملية الوقوف داخل منطقة الجزاء والتعامل مع الكرات العالية سواء العرضيات المتحركة أو العرضيات من الكرات السبتة فقط لغير لو قدرت أعمل ده دفاعيا فأنا هجوميا هستخدم كل أدواتي وكل مفاتيح لعبي في الإجهاز على دفاعات الترجي مبكرا لإحراز هدف والبحث عن الثاني والثالث وأنا بشوف أن النادي الأهلي الأهلي لو اختار سيناريو الهجوم من أول دقيقة مستغلا كل مفاتيح اللعبة اللي في المناطق الأمامية مع المسندة اللي هتيجي من وسط الملعب أنا بشوف أن النادي الأهلي قادر يسجل هدف واثنين قبل نهاية الشوط الأول بلاي رفع راية الهجوم من البداية هجوم حتى يعني نتمنى إن شاء الله يعني أنا في النهاية طبعا يعني إحنا اللي يهمنا طبعا إنه زي ما قلت السيناريو الأفضل هدف مبكر يريح الأعصاب يخلي التوتر والضغط على الترجي أكتر يخلي الأهلي أورايب جدا جدا ويكسر حجز الهدف اللي ممكن لقدر الله يسجله الترجي هنا في القاهرة فبالتالي السيناريو المباراة يروح لشكل لطيف وهدف قبل ما تدخل قوض اللبس لكن يبقى كده إيه؟ طب ما تخليهم اتنين يعني اتنين في الشوط الأول ما أنا بقول لك هدف مبكر وهدف قبل ما تدخل قوض اللبس بين الشوطين يبقى كده نزل الشوط التاني تلعب للمتعة طيب خليني أسأل أحمد لأنه خدوا بالكم المواجهة اللي فاتت كاردوزو مذاكر الأهلي من قبل مطش رادس لكن في المباراة نفسها غير المذاكرة كل لاعب في مركزه ذاكر وحفظ وقضى تسعين دقيقة بذاكر لعيب الأهلي اللي بيلعب قدامه هنا السؤال لأحمد بعد الفاصل هل من الممكن يكونوا فيه مفاجأة في التشكيل هل من الممكن نشوف أوراق متغيرة في سكواد الأهلي عن الأوراق اللي بدأت المباراة في رادس هسمع منها كالإجابة لكن بعد الفاصل غياب معلول بالتأكيد عامل مؤثر جدا جدا سواء على قرية مارسل كولر لسيناريو مطش السبت أو على تحضير وتجهيز كاردوزو لفريقه في مواجهة السبت القادم علي طبعا بالتأكيد دي تأثير غيابه يعني هيكون مؤثر بالتأكيد هجوميا لكن الأهلي عنده بدل المفتاح عشرة وبدل الحلول عشرين لكن دفاعيا هنا القصة وهنا الحكاية وهنا الرواية وخصوصا أنه يمكن حتى أنا بتكلم مع بلالو أحمد في الفاصل قلنا أنه كاردوزو هيربي بتقله على الجبهة الشمال في النادي الأهلي في محاولة لاستغلاء غياب علي معلول كنت بسأل أحمد قبل الفاصل بداية هل تراهن على الأوراق إداها مرسل كل الفرصة في مباراة رادس ولا شايف أنه المفاجآت وردة أو التغيير ورد فيه تغيير ورد طبعا يعني غياب علي معلول المؤثر جدا زي ما تتكلمت يا أحمد هيبه فيه تغيير وفيه بديل علي معلول وأتوقع أتوقع يعني كولر هيبدأ بمين يعني أنا أتوقع هيبدأ بأحمد نبيل كوك على حساب حساب علي معلول لكن أنا أتمنى أن كريم الدبيس هو اللي يبدأ كريم الدبيس بس هنا بناءا عن تفكير كولر هل هو عايز يضغط ضغط عالي من الأول المباراة أو يضغط ضغط عالي الأفضل يبقى كريم الدبيس أنت هتختار هنا إيه دور دفاعي أو دور هجومي لو دور دفاعي هيلاعب أحمد نبيل كوك أحمد نبيل كوك لو دور هجومي وعايز يضغط يعني بصراحة يعني أنا بحب كريم الدبيس جدا بس صعب قوي كريم ترجعه في نهائي دور أبطال أتفق معاك جدا مباراة حسيمة قدام ترجي أتفق معاك وقدام الجبهة اللي بيتهايلي أنا شايفها إنه الجبهة اليمين عند الترجي قوية جدا قوية جدا وكردوزو أكيد هيلعب متوقع في سيناريو العودة إنه هو يعتمد إنه يغيب عليه معلول هيبدأ برضو إيه يلعب على الجبهة دي طبعا لكن أعزو لك كولر مدارب جريء مدارب جريء وهو عنده سكف جميع اللاعبين ممكن أنت شايف إن الكريم الدبيس بعيد في بعض الفترات لكن هو ممكن يعني يفاجأ جديد في المباراة عادي جدا يعني أقول لك مثلا إنه كوكا بالنسبة لي في مطش الاتحاد جدة بداية مباراة كان مفاجأة جديدة والمباراة اللي بعدها أقرم توفيق أقرم توفيق فأنا أتكلم إنه هو دايما بيفاجئ هو عنده جرأة المفاجأة الثانية المفاجأة الثانية إن ريدا سليم أتمنىها ريدا سليم على حساب بيرستاو وأنا كنت أتمنىها في مباراة الزهاب أكتر من مباراة العودة لكن أتمنى ريدا سليم يبدأ على حساب بيرستاو في مباراة العودة لأنه عنده سرعات كبيرة جدا وإحنا تكلمنا برضه في الفاصل وقالنا إن فريد ترجل تونسي ما عندهو سرعات يعني هم خط الدار حتى ما عندهوش سرعات فبشوف إن ريدا سليم هيبقى ليه دور مهم جدا في مباراة العودة طبعا هيبقى ليه دور مهم جدا لكن التشكيل أغلبه طبعا إمام عشور وأكرم ومروان هو عايز برضه يلعب بطريقة متوازنة لحد الماء يعني هيجازف وهيهاجم هجوميا بضغط عالي وهيعمل زي ما بلال قال إن هو يخلي إمام عشور يتحول كمهاجم تاني في حالة الضغط العالي ودي حاجات مهمة جدا من بداية المباراة وأتفق جدا مع بلال إن الضغط العالي معلش سؤال يعني إذا كنا متفقين كلنا يعني ما صدقنا اتفق معايا طب خلينا أسأل بلال أول إيه اللي أنت تتمنى أو إيه المفاجآت أو التغييرات اللي حاسس إنها تبقى مناسبة للمطش السبت من وجهة نظر من وجهة نظر يعني من وجهة نظر أنا لو بختار التشكيل هختار إن أنا أستغنى عن محمد هاني من بداية المباراة وأروح بأكرم لمركز الظاهير الأيمن وأبدأ بثلاسي وسط الملعب مروان عطية أحمد نبيل كوكا وإمام عشور في الثلاسي الأمامي هختار إن أنا برضو لماذا اخترت كوكا جاي من مروان وإمام لأن ده الثلاسي اللي أنا خط بيه تقريبا أهم لقاءات الموسم وفي كل مباراة كانوا بيثبته نجاح كبير جدا خط دلك برضو كوكا جاي من لا هو ما غابش كتير يعني كوكا مدة غابه ما تعددتش أعتقد العشر تيام لعب عنده حيوية وعنده طاقة لسه لعب صغير بيلعب برجليل شمال وده بيدي تنوع في الحلول اللي في وسط الملعب يعني اللعب بيبقى عندك لعب أشول في وسط الملعب دي بتبقى إضافة أو يعني بتديك إضافة نوعية في عملية التحكم في الكرة أو تمرير الكرات في وقت من الأوقات فأنا بعتقد إن الثلاسي كوكا مروان إمام عشور في وسط الملعب مع وجود أكرم في الظهير الأيمن وكريم فؤاد في الظهير الأيصر أعتقد إن دي ده التشكيل الأفضل بالنسبة لي مع الثلاسي الهجومي أنا هختار بيرسي تاو رضا سليم ووسام أبو علي برضو هستغنى عن حسين في الشوت الأول وهبدأ برضا لا أنا اختلفت بس هو اختار رضا مكان بيرسي أنا اختارت رضا مكان حسين يعني أنا بختار إن الثلاسي يكون رضا تاو أنا لسه عند رأيي وتاو مش عايز ينصفني مش عايز لسه عند رأيي تاو هيعمل حاجة مهمة أنا هديكم التركيبة دي وكل واحد يقول لي التركيبة دي كم في المية ليها أدوار هجومية وكم في المية ليها أدوار دفاعية يعني أحمد اختار كوكا وجنبه مروان ومعهم إمام صح؟ جبلالي اختار اه اه انا عن نفسي اختارت أكرم مع مروان لو أنا اللي أختار أنا أختار مروان وإمام وقفش في المباراة دي فأقول من أول المباراة لو أنا أختار من أول المباراة إمام وقفش انت كده حرقت السؤال يا أبو حميد حرقته اه انت كده حرقت السؤال طبعا لأن أفش نزل عامل ربع ساعة ليه فريق جاي يلعب قدامي زون وما أعتقدش أنه ممكن ياخد أنا أقولك أنه الأهلي لو تقدم 1-0 يعني لأهلي لو سجل أول هدف الترجي مش هيتحرك من منطقة الجزائر بالضبطة بتفهم أجمت يعني الترجي مش هيتحرك برضو سيهاجم خالف سيبقى فيه رد فاع بعد الاثنين هيبدأ الترجي سيب يتخلع عن حظر وبردو هيبقى الترجي مش قوي السؤال هنا ليه لما يبقى عندي فريق هيلعب معايا زون ومش ناوي يطلع من نص ملعبه مبدأش بأفشة ومروان بأفشة وإمام وإمام ومعهم مروان بص هو أنا بشوف أن أفشة وإمام على قد ما هم حلول هجومية مميزة جدا ولكن لو حد فيهم يعني أثر في الأدوار الدفاعية مش هقدر أحسبه أو هقدر ألومه علشان كده أنا اخترت أن أنا روح لكوكا في وسط الملعب ده إمام من أكثر اللعبة اللي جارت في مبارات ولكن برضو إمام يصنف كلاعب يعني بيصنف أنه لعب بوكس تو بوكس لهو كان يلعب 8-1 ولكن أنا بتكلم أن أنا بدي لإمام تكلفات هجومية كبيرة جدا لعبك يمين قدام سادي ومانيف سادي ومانيف لا إمام أنا بشوف أن إمام أصلاح أبو ساحمد وحتى أفش نفسه بإمام واجبات دفاعية كبيرة جدا لا أفش بقى ما قدرش أقوله طبعا عشر عشر أخرنه بأكرم أو مروان لكن الحقيقة بيقوم بردو بدول دفاعية أنا هنا حطت القصة في إطار أنه فريق هيلعب معي زون ومش هيتحرك أنا ليه وجهة نظر في القصة دي أنا مش عايز أستهلك إمام عشور في الأدوار الدفاعية أنا عايز إمام يبقى بيلعب لعب حر على قد ما أقدر أن أنا أدي له أريحية وحرية أنه هو يقدر يقوم بالمجهودات الكبيرة والطاقة الكبيرة اللي عنده في النص أو نص ملعب الفريق المنافس مش عايز أستهلك إمام في عملية ارتداد متكررة طوال أدوار المباراة ضغط عالي ويرجوع للمناطق الخلفية علشان لما يمسك الكرة يبقى عنده من الأريحية البدنية اللي تساعده أنه هو يبتكر في الحلول الفردية وإمام خلينا نتفق أن إمام أميز لعب من ناحية الحلول الفردية في فريق النادي الأهلي علشان كده أنا روحت الكوكا ما روحتش لأفشة لأن كوكا يزنيت شوية بص طبعا إمام مميز كده هجومي لك أنا بشوف عبدالقادر في حلول الفردية طبعا يعني وانا برضو خلي بالك لازم لعندي ذكة بشوف الشحات لما بيبقى فايق حلول فردية برضو عشر على عشر صواف التسجيل أو صناعة بيرستاو لما بيكون فاق قوي يعني بيرستاو كان واحد من أفضل مفاتيح اللعبة في الأهلي لنسخ الدورة الأخيرة بس خلينا نتفق يا أحمد إن إحنا لازم يبقى عندنا ذكة آه على أرض الملعب بختار أفضل حداشر ولكن لازم أبقى عمل حساب الشوت التاني عندي أحمد عبدالقادر قوية جدا عندي محمد مجدي أفشا اللي نزل قلب المباراة في الشوت التاني وعمل تقريباً عشر دقائق وربع ساعة مميزين جدا لو أبقى حسين الشحات أورد أسليم واحد فيهم على دكة البودلاء هيبقى عندي دكة قوية جدا زائد إن أنا كمان عندي محمود كهربا محمود أوليس أولك عندي محمود كهربا مش لازم أنساه كهربا في المباراة خاصة اللي بتتلعب في القاهرة مع وجود الجمهور كهربا هو ربنا بيحبه في المباراة اللي زي كده بينزل وبيسجل فأنا عندي لو كده كده هيبقى عندي الرباع ده على دكة البودلاء يعني كهربا كمان بحسه إنه في المطشاط دي الكبيرة الدوافع عنده الزبط يقول لك كهربا لما بيشوف الجمهور وليه علاقة قوية طبعاً تعرف كهربا وحب الجمهور لكهربا والدوافع اللي بياخدها هو بيستمد قوته بالمناسبة من وجود الجمهور زي ما مرسل كولر كده أيضاً من دمن الحاجات اللي دايماً يتكلم عنها إنه هو دايماً بيحب يشوف جمهور النادي الأهلي في الملعب ففيه ناس كده لها علاقة خاصة مع الجمهور كهربا واحد منهم فأعتقد إنه أنت لازم بيعمدك دقة قوية ولازم على أرض الملعب بقى فيه 11 لاعب قادرين إنه هم يعملوا لك أو يطبقوا لك الخطة والطريقة اللي أنت عايز ترسمها أو أنت رسمها داخل غرف الملابس وزي ما منو الجزء أسم لقاء الصفاقس لو تفتكر في 2006 وزي ما مرسل كولر نفسه أسم لقاء الوداد وبعد الديئة 60 لو تفتكر عمل ثلاث تغييرات ألبه المباراة وأحرزنا بعدها هدف التعادل لو تفتكر هو اختار إنه يخرج مروان عطية عمر مروان عطية حمدي فتحي حمدي فتحي مروان نزل أفشا وتقريباً وحسين الشحات ونزل أفشا والسلية وأحمد عبدالقادر قدرت بعدها على طول ترجع في اللقاء فقد ده أهمية يكون عند الدكة قوية وده اللي يمكن بمياز الأهلي عن الترجي لا والترجي بالذات يعني الدكة بتاعته بعيدة أو في فوارق بينها وبين ما عندهمش لابهم والفقاد الأساسي كبير جدا خلينا نشوف الحالات انتم جاهزينها حالات من مباراة رادس آه وين بالضبط حالات حالات للأهلي وحالات للترجي طب يلا نشوف الحالات اللي جاهزة معنا دي حالات الترجي طبعا هي دي الهجمة أو أخطر هجمة عملت في المباراة الزهاب وشوفنا إزاي الترجي التونسي استغلوا دي قلتلك إن هم استغلوا طبعا خروج عالي معلول وهنا أنا عايزة بس أوريك قوة المهاجب البرازيلي يعني في الكرة دي هو نزل على أنه راح على العرض القريبة ورح عمل فنت وهنا عب منعم هو اللي كان القريبة هو رودريكز راح على القريبة لو جبنا السلايد اللي بعدها هتلاقي إن رودريكز راح عمل فنت ورح راجع تاني على البعيدة ممكن نشوف يا دي هي دي الحالات اللي أنا جايبها أنا بس جاب دي هو أحمد مصطفى يشرح النقاط الضعفة بس أنا جايب دي بص يا أحمد دي واللي بعدها علشان أقول لك يعني بص هنخش على الحالة اللي بعد هنخش على السلايد السلاحان بس يعني أنا أنا جايب النقاط الدفاع أنا جايب الحاجة الخاصة بإحنا هنا تمركزنا في الكرة بس خليني بس برضو أوضح حاجة خلوق علي معلول برضو علي معلول في اللقطة دي كان بره الملعب والسيناريو بتاع اللقطة دي من بدايتها كان فيه كلام بين الشحات يعني الشحات رفع عاديه كده إنه هو اللي هيغطي مكان علي معلول وإمام كان رايح أساساً يغطي وحصلت هنا إنه لعب التراج مساحات كده بس رغم المساحات أنا شايف برضو سوق تمركز سوق تمركز بالضبط لا دعا سوق تمركز أكتر تبنفل اللقطة دي وهنا بقى بص سوق تمركز هنا بقى أكتر إن رودريجز قدر يعمل الفينت اللي بقولك عليه رودريجز بقى الواحده رودريجز بقى الواحده تماماً وحطه كرة له طبعاً تقلق مصطفى شوبير يعني تقريباً بأطراف صوابع بص يعني تحرك رودريجز ده مهاجم خطير جداً بقى في تحرك كويس جداً داخل منطقة الجزاء أنا ليه جبت اللقطة دي عشان أقول اللعيب التادل أهلي في مبارات السبت لازم تعمل موجود مضاعف مش فكرة إن إحنا هنهاجم وندغط ونجيب هدف مبكر وخلاص لكن الدور المهم جداً الأساسي في المبارات دي إن ما يدخلش في الجون ففكرة التمركز وفكرة إن أنت تمنع أي خطورة عليك في مبارات السبت مهمة جداً 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 فريق فريق الترجل التونسي هو يعني فريق ما عندهوش لعيبة المهارية كتير جداً لكن هو أنا عايزك تنسى رودريجز تعال نعد كده في الكدر ده في كامل عيب من الأهلي وكامل عيب من الترجل ومفيش لعب ممسوط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية الكدر ده في تمن لعيبة من نادي الأهلي يعني باستثناء بيرسي تاو وطبعاً علي معلول برة فمفيش غير بيرسي ده حتى بيرسي تاو بتهالي هو اللي هناك ده مفيش غير بوسام أبو علي مزبوط مفيش بوسام أبو علي وده محمد هالي مصد ثلاثة لعيبة من الترجل وكلهم فضين وكلهم فضين فده اللي بتكلم فيها خليب لك الكرة دي اتكررت في لقاء مازينبي والهدف اللي تم نفس الكرة تقريباً نفس الكرة تلعبت مع شان كده احنا بنتكلم عن أهمية التركيز وعدم السرحان في الأدوار الدفاعية لأن الكرة زي دي ممكن تكلفك بطولة على طول لا هتصعب عليك الأمور تماماً ونتك بطولة كمان مش هينفع ممكن تروح لأبعد من أنها تصعب عليك الأمور وتتكلفك بطولة كرة زي دي اتكررت في مبارات مازينبي اتكررت في لقاء الترجي وكمل يا أحمد الحالات احنا اتكلمنا أحمد لما جبنا المشوار الترجي في الحلقة اللي فاتت قلنا دي الترجي قوي دفاعياً وهجمياً بيسجل من أنصف الفرص هو عايز هجمة زي دي عشان نسجل منها فقط لغير مش عايز حاجة تانية ففيرت الترجي لو قدرت تجيب فيك هدف هتصعب الأمور عليك جداً لأنه هو دفاعياً بقى قوي هو وصل للنهائي فأغلب المباريات تقريباً بتناول نتيجة سلبية أو صفر صفر ضربات جزاء فأنت بتتكلم أنه هو هجمياً مش أقو حاجة عشان كده تتكلمت وقلت لو نديه لي جاب هدف أول هو مش عامل رد فعلي إنه هو معندوش اللعيبة اللي تعمل شراسة كبيرة جداً واللعيبة اللي عندها حلول معندوش لا وبالنسباله عارف برضو أنه هو نفس الهدف اللي هو عايز يسجله من هجمة مرتدة أو من كرة سابتة هو اللي هجيب له البطولة يعني هدف الأهلي بالنسباله كأن لم يكن هدف الأهلي ما زالت النتيجة بالنسباله صفر صفر أنا برضو لو جبت جون واحد هاخد البطولة فبالتالي مش هيغير تاكتك إمتى هيغير لو تفتكر نهائي الهدف نهائي الوداد 2017 كرة أشرف بن شرقي اتسرقنا في لعبة زي دي نفس الكرة بالزبط ضعت علينا بطولة علشان كده ما بقول لك كرات زي دي هتروح معاك لقدر الله لأصعب من أن يتصعب عليك مباراة لقدر الله تكلفك بطولة فلازم التركيز والتركيز الكبير جدا 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 من اللاعبين يعني أنا مستغرب في الكرة دي على حاجتين هل اللعبة هل ربيع وعبد المنعم لعبوا على الكرة ولا لعبوا على الراجل لو لعبوا على الكرة هيوصلوا قبله ولو لعبوا على الراجل هيضايقوه هم لو وصلوا قبله ولا ضايقوه فدي نقطة لازم يشير دي طيب بلال طبعا الحاجات دي كلها ملاحظات بلال وأحمد عشان طبعا مباراة العودة لأنه أعتقد إذا كان التركي لعب على فكرة الزون وده ظهر جدا جدا وهو بيلعب على أرضه وسط جمهوره في آخر ربع أو تلت ساعة من مباراة رادس فريق بيلعب على أرض ملعبه وسط جمهوره ويساب الكرة للنادي الأهلي عشان بس مجرد ما يستقبلش هدف محدش فيهم موجود أساسا في نص ملعبنا فبالتالي أعتقد أنه سيناريو مباراة العودة مش هيختلف تماما عن آخر تلت ساعة أو ربع ساعة لعبناها في مباراة رادس مهم جدا 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 الحذر كل الحذر في الكرات السابتة والكرات المرتدة ممكن سريعا كهن شونا الحالات بس بسرعة دي حالات احنا مش هنوقف عندها كتير بص دي كرة تانية بقى دي كرة تانية تكررت في الشوت التاني يا أحمد نفس الكرة عملت عرضية بص الرجل بتاع الترجي هو اللي بياصل وبيلعب حسام غشة اللي تكلمنا عنه دي طلحها بره بيلعب لا هي طلعت فوق العرضة طلعت بره آه طلعت بره لعبتكلم أنه هم دايما بيحاولوا يسرقوك في الكرات العرضية ده واحد من الفاولات الوهمية الكتير أو اللي حصابها مصطفى الربال ولكن بص دي نقطة قوتهم الأساسية أنه هو يلعب الكرة العرضية سواء العرضية المتحركة أو العرضية السابتة ويجي لاعب أنت مش شايفه غير مراقب تماما فيدخل لداخل منطقة الجزاء ويسجل دي نقطة الأهم والرئيسية اللي يلعب عليها الترجل نروح بقى بعد كده سريعا هم الحقيقة كمان عندهم إجادة كبيرة جدا سواء دفاعين أو هجوميا في التعامل مع الكرات العالية هو بيسرقك كمان أصوال عندهم كويسة جدا بص إحنا عشان ما نوقفش كتير عند الحالة أحمد هم فيه ثلاث صور ورا بعد هنجيبهم دول الثلاث هجمات الوحيدين اللي عملهم من نادي الأهلي في اللقاء واللي تصادف إنهم متشابهين بالزبط يعني إحنا نشوف الكرة الحالة الأولى وخلاص اللي بعد دي نروح للحالة اللي بعدها سريعا بص يا أحمد دي الكرة اللي اختار فيها حسين الشحات إنه هو يصوب رغم إنه هو عنده في الشمال بص إمام عشور دي الكرة خلاص بعد ما طلعت تصويب حسين الشحات دي في النص دي حسين الشحات على يمينه وسام أبو علي وعلى شماله أه يا أحمد إمام شركة وعلى شماله حتى إمام نفسه بعد الكرة يعني كان عادي شورله بالزبط فاختار حسين التصويب رغم إن دي وضعية صعبة جدا للتصويب الحالة اللي بعدها بتاعت وسام بتاعت إمام هو في إتنين للشحات وواحدة لإمام جيبتش حالة وسام اللي كان فيها انفراد تقريبا من نص هو دي حاول يراوغ يعني هو حاول ياخد اللعب على عكس على عكس عدلته ولكن المدافع قطعها بصورة كويسة مش عارف معنا الحالة اللي بعد دي على طول دي تصويب إمام يا أحمد برضو يعني هي رغم إنها راحت خطيرة ولكن أنا كنت بشوف إن ممكن يكون عندنا حلول جمعية أفضل خاصة مع تاماركوس بيرسي تاو لو إنت قدرت تلعب على بيرسي تاو كما حتى تسلت عليك واللي فاتح هنا شارع ده أكرم أعطا أكرم توفيق في اليمين فاضي خالص حتى رافع إيده لو إنت تاخد بالك رافع إيده بيطلق وعنده شارع قدام منه لأن بيرسي تاو ضم الجوة تاو دخل كتالي مع وسامة هو وأكرم طالع أنا أريد أن أقول لك الحاجة بلالي يعني أعطاك معلش أريد أن مباراة السبت هتخلص بكرة زي دي وخليك فكر كلامي كويس جدا المباراة بفاتك هتردد في عيه كبيرة جدا وجرء إمام تحساب له والتصويب مهم جدا وإمام مميز فيها وعنده سكى الكرة دي على فكرة كانت خطيرة على المرمى فعلك لكن المسافة بعيدة فأمام أنا أتوقع أن مباراة السبت هياخد تعليمات وهو كيف عنده الإمكانيات دي أنه هو يصوب كتير جدا على المرمى بس بست مركز خط دفاع الترجي التونسي عامل إزاي هنا يعني الباكر يمين بن علي قافل على حسين الشحات وسام واخد معاقل بين الدفاع الباكلف تضم من الباكر لما ضم ودخل قرب من وسام أبو علي خدمة عين الباكر الشمال فالناحية اليمين عندك هنا أكرم ذات فيها أنا أكلم فيه أحمد خليني بس أقول لكم كمان اللي جاء لنا من تونس دلوقتي إنه محمد بن علي ده اللي جاي من تونس يعني مش خبأ يعني من عندهم محمد بن علي هو الأقرب إنه يلعب مكان بالحميلة كظاهير أيصر بالضبط كده هيبقى زي النادي الأهلي ظاهير أيمن بيلعب في ظاهير الأيصر ووسام السهيلي بره القايمة أساسا ما جاش مع البيعسة من تونس يبقى كده رائد بوشنيبة هيلعب كظاهير أيمن ورائد بوشنيبة ده اللي جايب الجون على فكرة عورات بريتوريا مع صندوق وعنده تكملة هجومية مميزة جدا رائد بوشنيبة وعنده سراعات كمان بيقدر ودريبلنج مميز بالكرة يعني الكرة ما تبعدش عنه وعنده كمان إيجادة للتصويبات والعرضيات فأعتقد إنه لو رحنا بقى لآخر كرة ما عرفش فيه وقت ولا مفيش هي برضو كان التصويبة لحسين الشحات كان برضو يقدر إنه هو يلعب لوسام أو يلعب لأفشة اللي بالمناسبة كانوا أخذ وضعية جيدة جدا إحنا الثلاث كرات إحنا بنطالب اللعبة دايما إنه هو يكون عندهم حلول فردية نستغل خاصية أو ميزة إمام إنه هو تقريبا المسدد الأميز حاليا داخل كرة أفريقيا أمام عشور لعب ينتز بالتصويبات ولكن أنا بتكلم إنه لما يبقى عندك حل جماعي أنا بفضل إنه انت تروح له أفضل في الوضعيات الصعبة للتسديد مش الوضعيات إنه انت تقدر تسدد فيها فيه وضعية ممكن تكون صعبة شوية فاختار إنه حل جماعي أفضل وإن شاء الله ربنا يكرمنا كده ونحتفل بإذن الله بإنفوز إن شاء الله بإذن الله دور كبير جدا لجمهور نادي الأهلي رهننا كبير جدا 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 على مارس الكولر وكتيبة الأهلي 11 كانت الأسماء الحية أي 11 يعني هيشاركوا في المباراة بإذن الله يعني كلنا ثقة إن شاء الله بإذن الله إنهم هقدموا جيم كبير جدا ويحسموا لقب البطولة إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق حلفنا بإذن الله إن شاء الله التوفيق عامل مهم جدا الثقة مهمة الهدوء مهم جدا جدا التعامل مع حكم المباراة مهم جدا جدا عدم يعني أنك أنت تستدرج لفكرة الاستفزاز أو التشتيت أو الخروج عن تركيزك في المباراة كلها عامل أكيد طبعا الكباتل الكبار في الفريق عمر السلية علي معلول محمد الشناوي كلهم هيتكلموا مع العابة النادي الأهلي في إزا يتعاملوا مع التسعين دي وإن شاء الله بإذن الله الفوز يكون حلفنا والفرحة تكون لجماهيرنا إن شاء الله يوم السبت الجاي بشكر أحمد مصطفى بشكر بلال محسن شكرا جزيلا شرفتونا ونورتونا واستمتعنا بيكم كل التحية لكم ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة